بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أثار الله وابن أثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلات بفنائه عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتين قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمتين أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي به فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني به أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسولي وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتي وبالبراءة ممن قاتلا ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذاله وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم ويوم وبالبراءة من أعدائكم والناصبيين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن وعلاكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآواء اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان هو معاوية ويزيد ابن معاوية علي منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مران بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليه وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآهل محمد وآخرة تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتل اللهم اللهم لعنهم جميعا مئة مر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولادي الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مر اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولاً ثم ملعن الثاني والثانث والرابع اللهم ملعن يزيد خامساً والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعى وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيام اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته